ليه بقول ما فيش وضوح مع الإعلام طيب قبل ما تكلم ليه ما فيش وضوح مع الإعلام عايز أتكلم كمان عن نهاية دورة أبطال إفريقي طيب نهاية دورة أبطال إفريقي يا جماعة حتى هذه اللحظة في المغرب وملعب محمد الخامس أو مركب محمد الخامس المفروض في هذه الفترة مغلق لأعمال السيانة في بعض المرافق عشان الفترة الجاي هيكون بيصديف نهاية دورة أبطال إفريقي يوم 17 سبعة ما بين الأهلي وقايزر إيتشيفز كايزر تشيفز هيسافر من جنوب إفريقيا هيسافر من جنوب إفريقيا فترة الحجر الصحي الموجودة حاليا وبسبب انتشار الوباء والفيروس في المقاطعة اللي فيها كايزر تشيفز لن تمنع كايزر تشيفز من الصفر والدولة في جنوب إفريقيا بتدعم نادي كايزر تشيفز بشكل قوي جدا وقبل مباراتهم مع الوداد صدر خطاب من وزير الشباب الرياضة بيدعم فيه الفريق ومن رئاسة الجمهورية بيدعمه فيه فريق كايزر تشيفز لأنه أحد أكبر الفرة في جنوب إفريقيا وأكبر الأندية الشعبية في جنوب إفريقيا فقال إذا ريتشيفز عيسافر عيسافر إقفلوا الملف ده وبلاش فكرة أصلا ممكن ينسحب ويجي نادي الوداد الكلام ده غير مطروح أساسا وأتمنى ما يتنقش في الإعلام الرياضي في مصر لأن الموضوع ده يعني نقدر نقول كده موضوع إيه يعني مالوش معنى مالوش فايدة تمام دي نقطة نقطة التانية نهاية دورة عبطال إفريقيا يوم 17-7 فاكرين مباراة الأيل والزمالك الموسم الماضي لما قلنا ساعتها يبقى فيه إكسترا تايم ورقلات جزاء طيب خدوا المفاجأة وخدوا الجديد وهنشر لكم دلوقتي التعديل اللي تم على لايحة دورة أبطال إفريقيا على الشاشة المدة 28 ضمكوا على الشاشة دي اللايحة المعدلة لدورة أبطال إفريقيا في الموسم الحالي المدة 28 بيتقول إيه المباراة النهائية بتقام من مباراة واحدة في مدينة بيختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمباراة بتلعب على شوطين كل شوط 45 دقيقة وفي حالة التعادل يلجأ الفريقين إلى رقلات الجزاء الترجحية طبقا للوايح الفيفا المنظمة للقانون اللعبة إذن مباراة الأهل وقايزة ريتشيفز ده خبر بعلينه لكل السادة المشاهدين المباراة في حالة نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي سنتجه مباشرة إلى رقلات الجزاء الترجحية أهو من النهاردة قبل 17.07 بقول لكم اللايحة بتقول إيه والتعاديل اللي تم بإذن الله إن شاء الله مش هنحتاجها بإذن الله إن شاء الله مش هنحتاجها وهنحسم المباراة بإذن الله في التسعين دقيقة وعندنا ثقة في اللعيبة هتعمل مباراة كبيرة وعندنا ثقة في بيت سمو سيماني هيعمل مباراة كبيرة لكن زي ما بقول لكم ده التعاديل اللي تم في اللايحة ونشرت لكم نص المادة بالخطاب الرسمي المرسل للأندية في التعاديل اللي تم على لايحة دورة أبطال إفريقيا في الموسم الحالي إن شاء الله مش هنوصل للإكستراطايم وفي نفس الوقت برضو خذ بالك وحنا بنحترم فريق كايزر تشيفز فريق قوي يا جماعة لا يستهام به فريق قوي عنده مجموعة من اللاعبين اللي هم طبعا بالتالي يعني انت عارفين فرقة عندها خمس ست لعبين أعمار سنية تحت سبعة وتسعين يعني موليد تلاتة وعشر سنة عندهم لعيبة خبرات عندهم رأس حربة سيربي سامير نوركوفيتش عندهم خامة بيليات اللي كان موجود في ساندونز في 2016 عندهم لعيب مميز جدا اسم زومة فرقة مميزة وعندهم حراس مرمى لأعلى مستوى سواء الأساسي أو الاحتياطي فبإذن الله زي ما قلت لكم دي اللايحة مفيش اكسترا تايم تسعين دقيقة رقلات جزاء إن شاء الله بإذن الله الأهل ما يوصلش لإكسترا تايم ونتأهل أو نفوذ بي أو يعني تسعين دقيقة نكسب بإذن الله مفيش اكسترا تايم إن شاء الله ولا رقلات جزاء لقدر الله حصلت عادل نوصل لضربات الترجيح أو رقلات الجزاء مباشرة وده التعديل اللي يتم في اللايحة وطبعا زي ما انتوا شايفين كده مفيش اكسترا تايم خلاص تسعين دقيقة رقلات جزاء لكن إن شاء الله مش هنوصل لرقلات الجزاء مباشرة طيب الحاجة التانية اللي عايز أتكلم فيها برضو بقرة تلاتين ستة تلاتين ستة ده آخر موعد للاتحاد المصري لإرسال أسماء الأندية للاتحاد الإفريق هل الاتحاد طلب استثناء؟ ما عندش معلومة وبسأل وما فيش إجابة برامد زخارك من الكونفيدرالية ففكرة وجوده في الفاينال يوم عشر سبعة أصبحت غير متاحة عشان يكون موجود في البطولة القادمة على الأقل بصفة حامل اللقب لكن خرج من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي فبقرة تلاتين ستة هل اتحاد الكرة يطلب استثناء؟ مش عارف فهل لا طلبت استثناء في القيد؟ طيب القيد كمان عندك القيد المحل اتحاد الكرة كان قال هيكون بعد نهاية الدورة تمانية عشرين تمانية يا فندم اطلب استثناء تفتح القيد قبلها بشهر زي ما الفيفا قيل لك السنادي أو السنين القادمة في ظروف استثنائية اطلب فتح القيد المحل قبل نهاية الدورة بشهر عشان تقدر الأندية تعمل صفقات السنة اللي فاتت كانت ظروف استثنائية والقرار كان على الكل فالفيفا فتح القيد للكل لكن المراضي هيبقى كل ظروف وكل حالة على حدة اطلب فتح القيد قبل نهاية الدورة بشهر عشان النادي الأهل لما يقايد لعبته لدورة أبطال إفريقيا المسلم القادم يكون يقدر يديه في الصفقات الجديدة لما ان شاء الله يلعب سوبر إفريقي 24-9 يكون عنده الصفقات الجديدة لما يروح كسعالم أنديا ان شاء الله في شهر 12 الجاي في اليابان يكون عنده صفقاته الجديدة لكن لو اتحاد القورة ما طلبش فتح القيد استثنائية من الفيفا قبل نهاية الدورة بشهر للأسف أي صفقة هتتم الفترة الجاية مش هتكون معاك إفريقيا ولا دوليا إلا من شهر يناير القادم فلا طلبت استثناء في القيد ولا طلبت استثناء في 30-6 فأتمنى يكون في خطوة خلال الساعات القادمة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف آخر استعدادات الأهلي لمباراة بيرامدز واستئناف المشوار المحلي